السلام عليكم شباب ثلاثة سنة و ازايكم عاملين ايه يا رب ان تكونوا بخير خلاص يا شباب هؤلت السنة بتجري زي ما قلتلك قبل كده والموضوع بيمشي بسرعة جدا و اليوم بيخلص في ساعتين والاسبوع كده بتحس ان هو يومين ونص كده او يومين الى ربع او ثلاثة يام ونص كده و ما بقاش سبعة ايام خالص فالأيام بتجري جدا جدا و بتعدي بسرعة قوي و خلاص والله هاني تاي هاني فاستعين بلا كده واسمع الكلمتين الجايين دول وحط لايك الفيديو و يلا بينا على طول نبدأ قد يأتيك في الايام ديت او الايام الجاي ان شاء الله في المراجعة بما اننا داخلين على فترة مراجعة يعني و خلاص الناس بتخلص من ملاحك بقى و تشطبه بتاع ممكن كده يجيلك وسواس مصدره حاجتين اول حاجة نفسك نفسك كده يعني الشيطان كده يجي يحشر فيه كده فكرة معينة كده فكرة شيطانية وسواسية كده يقول لك ايه ما تبعد بالدرس بقى مكفاية ما انت طول السنة بتروح دروس مكفاية بقى يعني هتخليك طول السنة بتروح دروس ما انت فهمت بقى و خلصت المان هجو بتاع اعب بقى مع نفسك في البيت كده روق حالك 24 ساعة فاضي قاعد في البيت مش بتعمل اي حاجة هتلم كل حاجة في الحياة تخيل بس يا عم انت لو ذكرت خمستاشر ساعة في اليوم وانمت تسعة ساعة انت هتبقى مالك وتعيش مية مية وتخلص كل اللي وراك والحوارات دي كلها وتفارتك الدنيا المصدر التاني للوسواس دوت هو حد صاحبك على هيئة شيطان برضو ده اقل تمثيل انا ممكن امثل صاحبك اللي هيقول لك الكلام ده بيه انه هيقول لك يلا نوعد بالدرس يلا نوعد القامة الجادي في البيت وسواء دلوقتي او سواء قدام في المستبل مثلا بعد شهر او بعد شهرين ايو هتعمل كده ايو هتقعد في البيت خالص بص هقول لك على حاجة الفاصل بقى عشان ما نتكلمش في الموضوع دوت ان شاء الله حد اخر السنة مش هتقعد في البيت اللي لما تخلص المواد كلها فهم في الدروس وحفظ ومراجعة وحل والله خلصت دول وفضل شهر على الامتحان عايز تقعد اعود عادي يعني مش مشكلة بقى حل بقى ما انتخلصت كل حاجة وده كمان بشرط لو مش هتنسى انا مثلا كمحمد بنسى الشرح بعد شواء صغرين جدا فانا كمحمد بنفعش اغلب من الدروس خالص انا في ثلاث سنوين كان فيه دروس ما يغلبنش منها خالص مثلا درس الكيميا او الفيزياء ولا حصة حتى قبل الامتحان ورحت كل الحصص تمام فالفكرة ديت متخلهاش تساتر عليك خالص 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 ولا الشيطان يقولها لك ولا انت تقولها لنفسك ولا اي وسواس من بره ولا اي حاجة في الايام الجاية اوعى تقعد في البيت لوحدك مش هينفع خالص خليك زي ما انت في الدروس واستمر زي ما انت مستمر من اول السنة وحتى لو صحابك قعدوا متعملش زيهم هم غلط هم غلط متعملش زيهم تمام فتقعد متدروس متوقيتش متدروس خالص المذاكرة الكلابي متذكريهاش في الايام الجاية المذاكرة الكلابي مش نفع خالص بس باش انت في الايام اللي فاتت انت سبت حاجات واقع منك حاجات اشتط لو انا ذكرت المذاكرة الكلابي في الايام الجاية خلي بقى لك والله العظم في الكلية مش هتذكر المذاكرة كلابي صدقني لو انت حد زيك ما زكرش المذاكرة كلابي ما هو بعمل كده في الكلية والله منفزين قبل الامتحان كده اسبوعين ولا حاجة بتتفحت وبتذكر مذاكرة كلابي وفي الاخر برضو بتحط عليك في الامتحان فما تستعجلش ان شاء الله ما تخص كلها كده اعيش مع نفسك عيش مع كلف اي حتى اشتا بس في السنوية ما ينفعش ما ينفع انت بتدور على نص درجة نص درجة تفديت كلية واتجيبك من كلية اشتا فمذاكرك لايبي ما تذاكرهاش اذكر مذاكرتك تمام الفر والقلب والسرعة ما تنفعش خالص خالص اما انك بالعربي كده يا معلم والدنيا بسيطة وفاهم كل حاجة ما لكش حجة انك تسيب حاجة ما سيح حاجة سألوه الاستاذ فيها فمذاكرة بسرعة وتكاروت ما تكاروتش في المذاكرة خالص بعدك ده بقى حاجة مهمة جدا جدا في الفترة الجاية وهي الحل ممكن مثلا نكون طول السنة بنذاكر الجديد مش بنحل عليه او بنرجع مثلا حاجة بسيطة كده مش بنحل عليه او لو حلنا بنحل وجب الدرس ده اللي بنعملو ده اي حد في سنة بيعملو وانت لو بتعملو ما فيش حاجة عليك اشتا بس تنتبه بقى الفترة الجاية مذاكرة الفترة الجاية من غير حل منصحكش منصحكش الفترة الجاية المذاكرة مع الحل هتزبط الدنيا طيب مذاكرة من غير حل انت مش بتطبق محتاج في الفترة الجاية تطبق انت اصلا دخل على فترة مراجعة دخل لفترة حل اصلا 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 مراجعة انت بتراجع اللي انت حفظته قبل كده في السنة وبتحل بقى بتطبق ده اللي هيجي لك في الامتحان اللي امتحان مش هتسمع هتحل فدرب ايدك كده ودرب درب قلمك يا باشا وخلي الحبر بتاعك كده يجري ويزبط الدنيا والورقة بتاعتك تخضر وتصفر وتحمر لأ بلس تحمر ربنا احميكم اللي احمرار يا رب فالورقة بتاعتك تزرق كده وانت تزبط يعني فحل كتير حل كتير في القامة الجاية يعني مش تحل كتير تسيب الحافظة وتمسك تحل عشان بس في ناس بتفهم مخلط وتبعت لي بقى اسئلة كده بديهية وتعمى يعني بتفئة من الاسئلة دي والله يقول لي انت قلت حل نسيب المذاكرة وتحل لا جماعة يعني بقول لك حل زاكر الجديد وحل عليه والله لو حلت صفحة واحدة بس عالجديد حله رجعت مثلا باب طب احل على الباب ازاي هجيب كل اللي حلته على الباب خالص والله هتلاقي مثلا بعد كل باب صفحتين مراجعة ثلاث صفح مراجعة ابس كمح الليوم يقوم انت كده حليك عالباب تمام فما تذكرش حاجة الا لما تحل عليها ولا وحاجة بسيطة والحاجة بقى رقم اربعة اللي عايز اكلمكم فيها لو انت قدامك اي وقت فاضي اي وقت فاضي وانت كده نفسيتك مرتاحة كده وبرنز كده في نفسك ما تضيعش لك دوت الا في المراجعة في المراجعة طب انت اكيد اكيد في حاجات في اتاك يبقى انت هتملها جدا بسيط كده مثلا لو كل يوم ايه صفحة في الحاجة اللي في حاجاتك ده ايه والله هتخلص والله هلاتخلص النهاردة في احنا ادخلنا على شهر اتنين حندوقت في نص واحد من مصور الفيديو ادخلنا على شهر فضل اتنين تلاتة اربعة خمسة يعني اربعة شهور في تلاتين مية وعشرين يوم كتاب الاحقاءة مسلما مية وعشرين صفحة كتاب الجولوجيات مية وعشرين صفحة على ايامه هتلاقي يد نفس الكلام مذكرة الفيزياء اللي معك هتلاقي 100 عشرين صفحة لو كلهم صفحة انت خلصت المئة المادة فهمني? يعني ما تستهونش بالحاجة الصغيرة صغير على صغير على صغير بتلاقي فلو عندك اي وقت فاضي ما تسيبوش الوقت دوت والله هتحتاجه قدام اي حاجة تذكرها انت بتكسبها هتنساها اه بس لما تجي ترجعها تاني هتبقى فاكرها كويس اشتا؟ الحاجة اللي بعد كده بقى لها علاقة بالكتب انا ابقى اجمد واحد في الدنيا لما اجي احل او راجع اشتري لكتب كتير وكده وابقى يعني شخص яحيح وابتعوه معايا كتب كتير ابدا والله ابدا انا في الاحياء في الاحياء احلي القتاب 1 في الجروش احلي준 القتاب 1 في المراجعة انت بتخيل يعني في المراجعة في كل الشهرين بتوع المراجعة بخلصن الاحياء القتاب جدا حليل كتاب 1 كان فيه بين 20 بوكلت الناس بقى جابت الدليل ومش عارف كذا كتابه وفي ع Larskiad kiffert ut棋 مش يعني مش كيفان ما تحل وما تحلش تاني لو انت عندك وقت فاضي بقات اللي بعده بس بما اننا دخلين على فترة مراجعة مش اول ما تبدأ تراجع تشتري كذا كتاب وكل كتب اللي نزل في السوق وبتاعه والدنيا خربانة وهات كل الكتب وبتاعه عشان ابقى جامد جدا وخلص كل الكتب وما فيش ولا سؤال يفوتني خالص هو الكتب يعني هي يعني شوية اسئلة كده محصورين في السنوية العامة الكتب بتبدل بينهم بس يعني انتو كده دفع محظوظة انتو اخر ناس في النظام القديم بعد كده العاد بتتفحت والله العظيم في قوله تانية سنوية فربنا معاهم بقى ما نشوف النظام الجديد هيعمله في قم ايه ولو حد بتفرج يعني ان والله ما نسيك يا جماعة بس عايزين نعرف رأسنا من رجلين عشان نعرف نتكلم انا مش هطلع اتكلم في اي كلام وخلاص مش ههبد فاهمني فنعرف بس الدنيا ماشية ازاي هيتلغي هيكمل بتاع اخباره بتاعه هندوس وهنكمل في الموضوع ومعاكم ان شاء الله بس نعرف يعني في بقى في اخبار ما مش هتبتكلم على الموضوع كل حاجة تيجي مفاجأة يعني الانتحاجي لكم ببرا الكتاب مفاجأة مش عارفين ايه حاجة انت مش داخل يعني داخل عارير عامل حسابك ان انت اي نعم هتمتحن وممكن يجي لك سؤال لا ده الانتحاج كله يجي مبرا الكتاب فدي حاجة مصيبة كبيرة جدا جدا الله مستعان يعني ربنا معكم اقويكم يا رب فأنا مش نسيكم نرجع بقى الثالثة احنا كنا بنقول في بداية المراجعة ما تشتريش كتب كتير هو كتاب بكتاب خلصت الكتاب وخلصت كله حليته كله ما سبتش فيه ولا صفحة ابهت اللي بعده اولا كده الكتب دي هتشتتك بما انك مثلا معك كتاب فانا هاجة حل افتح ده ولا افتح ده ولا افتح ده ده شكل حلو ده ده الورق بتاعه كويس ده انش عارف فيها سئلة اسهل مش عارف ده اما انا معاك كتاب واحد انا هحل في ده هو ما في موقع ده مش اختيارات هحلي بقى انا عارف الكتاب اللي هجاء هحل فيه فيش كلان وكمان احنا لو انت جيت تحل في كذا كتاب وانت مثلا حد زي بتحب تشوف الاجابات انا بحل واشوف الاجابات سنونا عمد لا مثلا معاك كذا كتاب الكذا كتاب ده همت كل واحد بيقاجب الاجابة بطلقة معينة على حسب فكر المؤلف وعلى حسب بماغ المؤلف يعني مثلا الامتحان غير الدليل غير مش عارف الوسعان الكتاب دي كلها غير بعضها فلو انت لو انت بتحل في كذا كتاب هتشتت نفسك ما بين الاجابات والاسئلة فمتحلش في كذا كتاب هكتاب كتاب وخلص كتاب كتاب تمام؟ طيب صدس حاجة بقى ان الفترة الجاية دي ان شاء الله هي فترة اه مراجعة وتجميع معلومات فتبقى تبقى خيب جدا يعني ما عليش في اللفظة تبقى خيب جدا جدا لو قدامك حاجة صعبة وعدتها والله العظيم صدقني ما بيجيش في الامتحان لالحاجة اللي كنت واقف عندها ده هاي اللي كانت صعبة ده هاي اللي ما كنتش عارفت يحلها ده هاي ده اللي بتجي في الامتحان صدقني حتى لو انت حافظ منها الكل واسبت ده هاي هو حظك كده الدنيا بتمشي يا جماعة عكس والله الدنيا بتمشي عكس اللي مذكر مش بيجي واللي مذاكرتوش بيجي في الكلية في السناع فاقيا اي حاجة في الحياة الدنيا بتمشي كده تتوعد في الامتحان كده او تمسك مثلا على الامتحان للدرس ده انا والله كنت لسه رأيكم Theneam دي انا لسه شايفها الصبح عديتها يعني كان فيه كده بصوي او رسمة وشفتها قلت معقول دي هتجي في الامتحان والله جات في الامتحان والله محلته اوه كده ديني اكيد فتعني اعمل ايه ديني بتميشي عكس فالحاجة كده اللي انت تعديها هتجيلك في الامتحان هو ده الخزوئ اللي بيجي منها حت فصدقني ما تعديش حاجة وامتقائك كده لو سؤال صعب ومش راضي تحفظ معك وبتاعك والراسة بسيطة كده او ورقة كده بسيطة واكتفها الاسئلة زي ما كنت قلت لك قبل كده كاشكول الاسئلة الصعبة واكتفي السؤال وكل يمبص عليه من كتر البص هتحفظ السؤال ده تمام سابع حاجة عايزة اكلمكو عليها حاجة خفافة كده وحياله جدا ان شاء الله هتعجبكو يعني في المراجعة استخدم طريقة التحشيش والتسكيم اتكلمني عنها في الفيديو مفصل جدا جدا وقول لكل الطرق بتاعت التسكيم هسيبلكم الفيديو في الاية اللي هنا عشان ما انتقلش في الفيديو ثمان حاجة بقا وهي النوم النوم اللي كل الناس محرومة منه والله يقول لك انا محروم النوم وانت محروم النوم والدنيا والشجر محروم النوم والترعة محرومة اي حاجة محرومة منه فبص في الفترة دي في اللي هو في الشتا والسقعة وانت عايز تخش تحت البطانية وتنكمش وتدفها وبتاع والكلام ده كله انت بتحب تنام فلا لازم تنام ما فيش مشكلة بس ما تزودش اكتر من 8 ساعات انت كده في مشكلة ما عليش انت في فترة مراجعة وواحد اشتماع عامة وبتاعها ومفروض تشد الفترة ديات عشان تترم اللي فتك وتذكر الجديد وتحله وبتاعها فاكتر من 8 ساعات انت كده في يعنيش في الامان اوي تمام طب الحل الجزري للموضوع ده ايه الحل الجزري للموضوع ده انك تخلي والدك او والدتك هم اللي صحوك فيش كلاء المنبه جنبك اطفل منبه جنبك اه غافوة منبه جنبك اجل عشر دقايق او والدك او والدتك يلا يلا او هتصحيك او هتصحيك او هتصحيك او هتصحيك او هتصحيك فالحل الجزري للموضوع ده اتخلي حد يلزمك كده انت دخل النمو هو 8 ساعات بالظبط اصحيني الساعة كده هيقوم شهلك وانع السير كده حدفك في قلب المكتب تمام؟ فخلي حد يتابعك وخلي حد يصحيك هذا الحل فيش الكلام انه من الساعة كزا وتحصها كزا وخلي حد ايه يتابعك او يصحيك نيجي بقى لمشكلة قد كده هو القرف من سنة عامة والزهق من السنة وان الدنيا تبقى تعكي عليها جامد ومش اعرف ازاكر وقتها عشان زهق امن جوه نفسيا وسيركولوجيا كده بص جماعة مش عايز اقول لك وده طبيعي جدا ما اوه بتاع هو اي نعم طبيعي جدا وانت لازم تزهق من السنة بص بص انا والله يعني انا بزع في الكلية كتير جدا وخصصا في فترة الانتحانات ده هي ضغطة جدا وفاينال وبتاع بس برجع اصبر نفسي طب مش ده حلمك طب مش انت يا حمد عادي تحلم طرسين دي كلنا انت بقى دكتور طب انت في الطبه هو ما تستحمل بقى ما اخليك بقى في ايه انت كمان هتقول طب انا انا بسعى للحاجة هو انا انا ماشي في الطريق صحة هو بتعب هو واللي بتعب ربنا بتديله والناس كلها بتقول كده طب متعب اشد خلي ده الحافز بتاعك حلمك قدامك ده الحافز بتاعك مفيش غير كده طيب عشر حاجة بقى واخر حاجة انا عايز اتكلم عليها وهي حاجة يعني سؤال البنات طبعا طبعا يعني انا اتفاجئت بالموضوع ده بيننا كشباب ما فيش الموضوع ده ولكن الناس بتكلمني وتبعتلي صاحبتي مش عارف صاحبتي مش عارف عمل فيه انا كنت بستنيها بعد الدرس ومش عارف مشيت وسبتني وانا احبطت ومين عشان مشيت وسبتني انا مش عارف صاحبتي رحت كذا وانا ما روحتش صاحبت مش عارف لبستيبوا يعني البنات اللي هم حوارات كده ومواضيع كده انا ماب regen اسمعه مش بسدق والله يعني انا لما الناس بتكلمني تشتكيلي هو ده انت بتكلمني عشانه يعني هو ده ده انت بتكلمني عشانه ده المشكلة دي فعلا مشكلة بس اطلا ت vegetables طيب انا ارد على الموضوع ده ازاي او رأيي في الموضوع ده ايه يا بنا بصوا انتوا هتخلصوا سنوية عامة ممكن ما تقابلهمش اخرى اصلا اصلا صاحبتك الانتخداء ممكن ما تقابلاش اخرى خالص خالص هتروح كلية وهي كلية هتتشغل في مجالك و هتتشغل في مجالها و كل واحد تبني هتلهيه ممكن ما تشوفهاش اخرى فحلمك احسن مستقبلك احسن ولا صاحبتك اللي مش هتشوفها اخرى انت تكرر ده اللي اقدر اقوله في الموضوع ده بس كده ده اللي كنا عزيني نقوله النهاردة و بس نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي انا بحبكم في الله السلام عليكم